هذا وطرح الرئيس سيسي رؤية مصر لخلوك السودان من مأزقه وأوضح أنها ترتكز على مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والدخول في مفاوضات جدة وتسهيل نفاذ المساعدات وإقامة ممرات إنسانية كما دع الرئيس سيسي إلى إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات الشعب السوداني مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار ثانياً مطالبة كافة الأطراف السودانية بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجاً داخل السودان ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافر المساعدات الإنسانية ولموظف الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم ثالثاً إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية ممثل المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية رابعاً تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية على أن تطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة شكراً للمشاهدة